كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة فنانة وفاء العسري محبابك لقناة كافة 24 بك الله فيكم شكرا لقناة كافة 24 شكرا واشك عجبك نقول لك فنانة او للأستاذة بما انك كنت تقرير الفن اش عم نقول لك انا كنخلي كلها كي نادي بالاسم عندي شي مشكي لأي الاسم الاسم وفاء العسري فنانة يعني هذا واحد الاسم الانسان كيمتزبير فنانة أستاذة حيث انا ديجا قلت كان قريب معادل موسيقي هاديك بقلت لي ديك اللقب أستاذة يعني ضروري ما عندان عندما تبقى ضروري كانوا لقبوك واحد اللقب ممكن لك تكلمنا لقب بالنسبة ان هاد اللقب ليه شرف كبير ولكن هو شرف وتكليف كبير بالنسبة لان انا كوني كنغني في الاعراز جميع الانصف الغناء وبكوني انا يعني شعن قول لك يعني كنت صغيرة من هادي 1987 وانا كسافرة الى الدول الأوروبية العربية العالم بأسره يعني اسموني بلاقب سافرة الأغنية الشمالية فانانا وفاء العسل وش كترتاح الخدمة في العراسل او لا في مهراجانة صراحة كانت تحف في اي صراحة في اي في العراسل وطا مهراجانة طبعا مهراجانة كيكونو شوية العمل كيكون شوية ما شي تعبانين بززار كنت تغني الشدة في العراسل أنا كنغني الشدة والأميرة والكسوة كنغني كل شيء ولكن الشدة الشدة هذا لباس مميز مدينة اطوان كنت متز بها مدينة اطوان يعني لباس جميل جدا العالم كيحبه عربنا بأنك دخلت أولى بنتك محتهية وجدت نص الدومين اللي الأم ديالها فيه بالنسبة لبنت ديالي طبعا هي درسات عندها باكالورية وعندها الستيتيك عندها جديب ديبلومات كوافور ولكن رغم تشي هذا يعني حبت الفن لأنني ملي حلة عينها وطبعا هي بنتي الحمد لله تياخ جدت يعني في هذا الفن وأنا فرحانة واجه تحملها من مشعل من بعد ما كرهتش لي وما قلتها لأغطلق تقدروري تحمل هذا المشعل لأنني مخصنا شي يموت بصراحة لأنني عانيت فيه كتير مخصوش يموت بصراحة لأنني عانينا وقصينا كتير فنانا وفاء العسلي واش عانت في هذا الدومين طبعا عانيت كتير يعني أولا نلجينا سيرا طويل ونا غا نختصر لكم كنت كان ندرس معاد الموسيقي بدون ماشي بدون إيدن بالأب يعني الأب في العصر ديالنا كان شوية زمان صعيب بنت تكون موسيقية كانت الأم ديالي يعني دخلتني قتلي شوية شوية تيسو قباك الخبار يعني نالي ساق الخبار ما كان شي بغا واضطرت أنا يعني قصة حزينة شوية يعني جوجت رجل موسيقي رغم ما كان شي القرابة وباش بقت هاد الدومين للفن مجبرتش هي أعداء أولا طبعا أي دوكملين أعداء النجاح بالنسبة أي دومين ما بالنسبة ضروري الإنسان يقاسي ولكن الحمد لله بقوة الله وبقوة نتحناية وهذا الفن لي مشي في العرق ديالنا واللي خلانا باقي في هذا المشعل الفني وصلنا نوصلونا للشابة بصراحة شنو اللي كميز فنانة وفا العسري باش كتلبوها عرص كمين لعائلت كمين لعائلت كمين لعائلت بيال هيو هاديك شعن قول لك راهل فن كما قالوا لي على السميتي جوق الإخلاص يعني هذا بهادي سينيم سبعة وثمانين يعني سبعة وثمانين كيقولوا الناس غني كبيرة جدا ولكن لانا كنت تغير بقي الناس كي مش طولي وانا كمشي نغني يعني معاهم ونشاركم بالنسبة للسؤال اللي قولت لي قولت لي زمان شوش على شاد الناس كيبقى ايو الاكتر خيروهم يمكن كيما قلت لك اسم جوق الإخلاص كان كلهم مخلصين وكانت تحدى بزد الحاجات كن أدي لهم حمد لله مزيان واتشي كي فرحنات احنا يا زعمى الحمد لله وعن شهد الحضور ديالك بشي مهرجة حمد لله عن قريب فانا عندي مهرجة ان شاء الله نطلبون الله الدعوات سدعوا معنا ايكون مهرجة كبير ان شاء الله من ناحية الوزارة غد كون طرف الوزارة